من القاهرة ينضم إلينا حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي سيد حسين كيف تنظر إلى الإدانات لما قام به السيد السراج نعم هذه الاتفاقية التي تم التوافق عليها في تركيا مساء الأمس تعد فصل جديدا من تدخل السافر التركي في الشؤون الداخلية الليبية وتواطئ غير مسبوق من قبل حكومة الوفاق في الوصول إلى هذا المستوى من التفريط في السيادة الليبية واليوم واضح أن ردات الفعل توافقت من كل الأطراف المختلفة مع حكومة الوفاق والتي ترفض مثل هذه الاتفاقيات سواء كانت محليا أو إقليميا بيان الخارجية المصرية الذي أدان هذه الاتفاقية وأيضا مجلس النواب الليبي وهو الجسم الشرعي الذي يعد بوابة رئيسية لتوقيع أو مناقشة أي اتفاقية دولية تكون ليبيا طرف فيها فحكومة الوفاق تجاوزت كل الحدود سياسيا قانونيا وحتى أخلاقيا اليوم تركيا التي تحاول أن تدافع عن مصالحها في الشمال الأفريقي تتواطأ معها حكومة يفترض أن تكون حكومة وطنية تأخذ من الاسم حكومة الوفاق الوطني ولكن في حقيقة الأمر هي تعمل بخلاف مسمها ضد المصطحة الحقيقية للشعب الليبي يسيما أن تركيا بكل أدلة متورطة في رعاية ودعم مجموعات مسلحة متطرفة وترعى مجموعات رهابية في ليبيا فهذه الاتفاقية بقدر ما هي غير ذات قيمة قانونية ولكنها تأتي في سياق توفير غطاء لدعم هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وتأتي كفصل جديد من دعم تركيا المعلن منذ بداية شهر أبريل الماضي عندما بدأت عمليات تحرير العاصمة ترابلس من قبل قوات المسلحة العربية الليبية أعلنت تركيا موقفها من العمل ضد العملية العسكرية ودعم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الإفاق سيد حسين إلى أي مدى هذه الاتفاقية تعقد الأوضاع إن كانت العسكرية أو السياسية أيضا إن كان هناك بحث عن حل سياسيا نعم الآن العالم يعمل على المنظومة الدولية تعمل على الترتيبات لمؤتمر برلين على الرغم من أنه تراجعت موعد هذا المؤتمر شيئا فشيئا حتى أصبح موعده غير محدد ولكن مثل هذا الإجراء سواء كان من الدولة التركية أو من حكومة الإفاق سيعمل على خلط الأوراق السياسية ضمن المنظومة الدولية وسيعيد الحسابات وسيعمل على عرقلة أي مساعي للتوافق المنظومة الدولية على نقاط تفاهم في حل المشكلة الليبي هذا سياسيا ميدانيا أعتقد أن تركيا ستحاول أن تقدم دعم أكبر مما كان ستضع كل إمكانياتها في خدمة المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الإفاق كانت في السابق تعلن الدعم وتأتي بدعم مستتر أو غير معلن أو غير رسمي الآن ستعمل بهذه الاتفاقية كذريعة لدعم مباشر ومعلن على الرغم من أنه يعد بمثابة خرق للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة إلى ليبيا هذه الاتفاقية قد تكون نقطة جديدة في الوضع الميداني والوضع السياسي في ليبيا شكرا سيد حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي كنت معنا من القاهرة